السلام عليكم انا احمد باسم وهذا البارت الاخير من الانتبايتكس ضمن هذا اللكتشر عدنا وصلنا للجنرال ستراكشر أو بنسلين لاحظي ستراكشر من البنسلين بي الاي سي او سايد شين اللي هي هاي السلسلة داشوفوه قدامكم وبي البيتالاكتم رينج و الثيادازلاين رينج فيركزي على البيتالاكتم رينج لان احصر عندنا تأثيرات رح نذكر اسمه بيه هاي خاصة لبروتينات الذكرناها بالبارت اللي قبل فبالبداية عندي اللي هي اللي على سبيل المثال بكتيري هاف سيلولز ذات ار ايزيلي ترانزفيرز باي بنسلينز انا حجيت لك قبل شوية وابا حتى قلت لك ممكن احتجينا باللكتر يعني بالسائلات المتأخرة من اللكتر الفرق بين النغاتيب والبوزيتب قلت لك البوزيتب اختراقها اسهل من قبل الأدوية ليش ان ما بيها اوتر سيل ميمبري اما النغاتيب راح يكون اصعب لان بيها اوتر سيل ميمبري فتقول هنا انه هاف سيلولز ذات ار ايزيلي ترانزفيرز باي بنسلينز ان ديرفور ان دي ابسنس او بيها ايضا دي ايضا دي ايضا اذا هسا عرفنا اول ملاحظة على جرام بوزيتب مايكرو ارغانيزم انه الجدار الخلوي مالته من السهولة انه يصير لترانزفيرز من قبل الأدوية مثل البنسلينز ان ديرفور طبعا في غياب الابسنس مع الريزيستنس مع هاي الخلايا البكتيرية مثلا يكون ما بها الريزيستنس للبنسلين مثلا فهنا راح يكون الاختراق مع البنسلين يكون ايزل يكون ايش سهل ويكون سهل وتكون سيسايتفل لثي دراجز اللي هي مثلا البنسلين بالنسبة للجرام نيجاتيب مايكرو ارغانيزم هاف ان اوتر ليبو بوليساكرايدز ميمبري اذا هذا الاوتر ميمبرين قلت لكم عليه قبل شوية هس اضيفوا علي معلومة انه هذا الاوتر ميمبرين ماليجرام نيجاتيب يسمونه ليبو بوليساكرايدز ميمبرين يعني متكون من ليبو بوليساكرايدز زيان هذا راح يحيط لي بالسيل والذات بريزنت اللي هو يمثل لك يمثل لك بايرتداء ووتر سليابل بنسلينز اذا انا صراح عندي مشكلة البنسلين هو ووتر سليابل وهي الشين وهي ليبو بوليساكرايد اللي يجي يخترق هلازم يكون ليبو فليك ليس ل niبو فليك ye取و فلي كالبنسلين فان عندي هاي مثلا نيجاتيب عندي آوتر ميمبرين وعندي هذا السيل وال هذا الاوتر ميمبرين وهذا الداخل الخليل اللي هو السيل ميمبرين الداخلي هذا داخلي هذا السيل وال هذا أوتر ميمبرين هذا متكون من بوليساكرايد لما يجي الماء البنسلين اللي هو قنقول هايدروفليك أو ووتر سليبل ما راح يقدر يخترق ليش لأنه متكون من المادة يسموها ليبو بوليسيكرايب ميمبراين يمنع دخول الأدوية أو أي موليكيولز تكون ووتر سليبل مثل البنسلين ولذلك يقول لك القرام نكتب بكتيريا هاو بروتينز انسرتد ان ذا ليبو بوليسيكرايب لايار ذات اكتز از ووتر فلد كينالز كالدبورنز تبيرمت ترانس ميمبراين انتري لكن عندي ثغرة بالموضوع هنانا عندي قنوات هنانا أو ثغور يسمونها بورينز متكونها من يسموها بروتينات هاي البروتينات انسرتد بنص هذا اللير بنص هذا الميمبراين يعني نقول عندي هنا مثل الثقب متكون من البروتينات هاي البروتينات يسموها ووتر فلد كينالز قنوات تسمح بدخول الموليكتورز اللي تكون ووتر سليبل وبذلك راح ينطيني بيرمابولتي او بيرمت اللي بحيث يكون ترانس ميمبراين انتري يعني ممكن انها تدخل اجوية عن طريقها الكناز زين هاسا عندي ناشرال بنسلينز الناشرال بنسلينز اللي هو البنسلين جي اللي هو اسمه البنزل بنسلين هذا البنسلين جي هو يعتبر احد انواع البنسلينز ويستخدم لعلاج الامراض اللي تسببها البكتيرياز اللي هي مثلا عندنا البنسلين والبنسلين اللي هي الناشرال بنسلينز اللي هو المعلومة المعلومة الثانية البنسلينز are utcivote to inactivation of betalactamides هنا نرجع قبل شوية البنسلينز شكرا لتوضيفته اللي يتذكر بس الشاطر يشارب نتوى لبربراتات قبلها فلما يطرق البنسلين ويسوي inactivation للبنسلينز البنسلينز اللي هو مصنفين بكتيريا البنسلينز هذا البيتالاكتميز هذا وظيفته أنه عندما يأتي مثلاً للبنسلين أو أي دول معين يحطم البنسلين أو يقضي عليها مثلاً يعني فالشيء يحارب لأنه هذا البيتالاكتميز سيحافظ على السيلول فلما يحافظ على السيلول ما للخليه البكتيرية وأيضاً يحافظ على مثلاً يعني أشخين قول يسوي مينتنس السيلول أو للخليه البكتيرية نفسها أنه يحافظ عليها وينطيهامل الإنسس فلما يأتي البنسلين اللي تقوم بippيتالاكتميز فبالتالي رح تقلل الإنسس مال هذه البكتيريا ويكون من السهل أنه يخترق البنسلين يقضي عليها فبالتالي يقول أنه رح يسوي الإنسس اللي رأي يحلل البنسلين يمنع من أنه يدخل اللي من ينتجه ينتج البكتيريا اللي عيدهاո weitereigator ضد البنسلين ضد البكتيريا يبقى البنسلين هو الخيار علاجي لأكثر أمراض تسبب البكتيريا وخاصة اللي يسموها البنسلين V اللي هو النوع الثاني غير البنسلين جي بالنسبة للبنسلين V لديه نطاق العلاجي يعني نفس التأثير أو النطاق العلاجي ما للبنسلين جي نفس السبكترم ما للجي ولكن لا يستخدم للتعامل بكتيريميا لأنها تصبح أورال لا يصبح أنطي في حالة البكتيريميا لأنه عندما يأخذون عنطي الروتما أورالي فهنا الابزوربشن مالته بالأورال كافتي فلذلك ما يستخدمونه في حالات البكتيريميا الابزوربشن مالته بالنسبة للبنسلين هذا ملاحظة أن يتقدم بها الابزوربشن مالته لأنه يكون أسد ستيبل أكثر يستخدمون أورالي في حالات البنسلين هذا الابزوربشن عن الجي الابزوربشن مالته الابزوربشن مالته بالنسبة للبنسلين لأنه إلها نسبة للبنسلين هذا الأدوية اللي ذكرناها قبل شوية أو الأدوية اللي ذكرها شونا نقول أنه استخدامه مقيد ليش استخدامه مقيد لأنه التوكزيتي مالته اللي يسموها انترستيشن أو نيفريتس السمية مالته اللي يسمها انترستيشن أو نيفريتس فالميفيسلين ما يستخدمونه بالحالات السريرية بأمريكا باليونيكتر ستيتس إكسابت فقط بالمختبر يستخدموه باللابوراتري تيسك حتى شينوا حتى مثلا يميزون الريزيستنت اللي يسببها ستيفيلوكوكوس أو الستيفتوكوكوس أريوس أو لا ستيفيلوكوس أمراسعي انتبه الشغل هنا هذا الأدوى اللي ذكرناها وهاي الدول اللي ذكرناها الميثيسلين تم تقييد استخدام بالولايات المتحدة الأمريكية لأنه يسبب لي فد نوع من أنواع التوكسيسيتي اللي يسميناها التوكسيشيتي وممكن أيضا يستخدمونه فقط في حالات الاختبارات اللي يصير بالمختبر لمنقاومة الأس أريوس ممتأكده كانت ستيفيلوكوكوس أو الستيفتوكوكوس لكن هنا مثل ما كاتبين الأس أريوس أمرس أي اللي هي تكون عادة مصدر للسيريس كميونيتي أند نوزو كيميكال إصابات إصابات اللي تكون يعني مثلا تكون طاشة بكل المجتمع أو مثلا يكتسبوها الناس من اللي يروحون يزورون مستشفى أو شيء وأيضا تكون الثقلة اللي هو مقاومة تكتسب البكتيرية وتحطم البكتيريات والجموعة والجموعة و جمع المقاومة بالنسبة ل يعني الأدوية التي تعتبر يكون التأثير أو النشاط مالتها قليل ضد يعني أن النغاتف هي أقوى من مقاومتها أقوى زي المسلين والأموكسلين يوجد إذن عندي هنا المسلين والأموكسلين أنهم يعتبرون مضادات بكتيرية وأن طاق العلاجي مالتهم مشابه للبنسلين جي إذن هذه النقطة كلش مهمة أنه الأموكسلين والأموكسلين يكون التأثير مالتهم العلاجي أول شيء السبكترام مالتها مشابه للبنسلين جي لكن النقطة المميزة أنه سيكون تأثيرها أكثر على لأن مقاومتها أعلى للبنسلين بالنسبة للأموكسلين يعني سواء كان أو واحدة بس الأموكسلين إذن إذا كان عندك فد مرض مسببت أحد أنواع البكتيريا الذكرتهم ذولها الساب فعندك اللي هو الخيار الأول اللي يتوصف للبنسلين اللي هو الأموكسلين سواء كان كومبناشن ويالجنتميسين أو واحدة ممكن أيضاً ووقائي بروفلايتك يوصف الدنتس اللي وطبيب الأسنان حتى في حالات اللي يمكن يحافظ عليهم أو يوقيهم من الانفكشن اللي يسموها بكتيريا النسبة لrelative السابق لون سيارات طبعاً هذا الأموكسلين يعني أكيد كوم ماغذين من عنده لأنه كل شواء يوصفوا الأطباء لحالي أن صلاة أكو البكتيريا اللي هو مقاومة لهذا نوع من البنسلين أو هذا النوع من البنسلين أو النوع من الانفكتيرين لكن على الرغم من أنه حاليا هو major clinical problem لأن اليناكتفات بلاسمة ميداتي ما يسمون هذا الكريكيا كولاي تاتيقاب المعنوضة الأكتفات مثل أسلبكتور، آموكسيلي أو أميكسيلين، أو رقمات أميكسيلين أو مدر من الأنزيماتي ويساعدون سمية تنتمعات الأميكروبيلية تغييرها لا يتوجه إلى أميكسيلين و أميكسيلين so is everything is important هذا الأميكسيلين أصبح حالياً كلمات المجالية اللي هي مشكلة سريرية شبيرة بحيث صار هذا الانتبايتك الى مقاومة من قبل البكتيريا بسبب صار عندي اناكتيفاشن يعني شو نقول اكتيفاشن التنشيط عكسها اناكتيفاشن لكن هذا الاناكتيفاشن صار بسبب أو بواسطة اللي رح ينطيك أمثل عليهم مثلا أسكر كيكي كولاي ولي ذكرتهم قبل شوية اضافة انه تكون عندي بيتا الاكتيميز انهبيتر مثل شين مثل كلابانك أسد وسلبكتام اللي راح يحمل أموكسسلين أو الأموكسسلين يعني اني صح بالبداية صار عنده رزيستنس للانتبايتك هذا الأموكسسلين فهم طوروه يعني مصارب مشكلة حلوا المشكلة اشتوا خلوا ويا الأموكسسلين بيتا الاكتيميز انهبيتر يعني هذا الانهبيتر اللي موجود ويا الكمبينيشن مع الأموكسلين راح يحلي نوعا ما من المشكلة انه يوقف لي شغل البيتا الاكتيميز انه يحطم البنسلين اللي هو أموكسلين البنسلين عائلة الأموكسلين من عندهم فيقول لك مثل شينو يعني العلاج اللي يخلوه او الحل هاي المشكلة الكلافينيك أسد او السلبكتر هذا اش راح يسوي راح يحميل الأموكسلين او الأمبسلين وايضا مني من الأنزيمات كهيدرولايسيس يعني ما عندي أنزيمات مثل البيتا الاكتيميز اللي يحطم الأموكسلين فأني خليت ذول الاثنين حتى يحموا الأموكسلين من الهيدرولايسي من التحلل زين وبعشنو and extends their antimicrobial spectra وبنفس الوقت يطورووا من الاسبكترة يعني شون نقول النضاق العلاجي من هذا الدول يطوروه على سبيل المثال without beta الاكتيميز الانهابيتر امسلين فهنا منطي يقول لك على سبيل المثال إذا أنا ما خلي الذول الاثنين الغلافينيك أسد والسلبكتام اللي هما يحمون الأموكسلين فهنا البيتا الاكتيميز يعني شون هما يعتبرون بيتا الاكتيميز انهابيتر فالامسس اي رزيستنت راح تقاوم لي الاموكسلين والامبسلين إذن هسا حتى تختصر لك هذا الحاجة كله اللي أندي أخذكم هو أنا عندي انتبايتك اسمه اموكسلين أنطي في حالات البكتيريا الانفكشن زين صارت بعديا عندي مشكلة شونه هاي المشكلة صار عندي مقاومة من قويل البكتيريا الاموكسلين تمام لهنا فانا حتى سوى حتى حل هاي المشكلة طبعا هي المقاومة من البكتيريا منين تجي تجي انه يصير بداخلها بيتا الاكتيميز زين فانا حتى سوى حل خليها تفيد شي اللي هو شغلتين غلفانيك أسد وسال بكتام هذول الاثنين راح يعتبرون فيد انهابيترز يعني شون نقول يقضون عليه أو يوقفون شغل البيتا الاكتيميز لما يوقفون شغل سووا انطونية نتيجتين الأولى حموا الاموكسلين وخلوه يشتغل على البكتيريا ويقتله والثاني طوروه للنطاق العلاجي ماته زين في حالاني ما عندي هذا البيتا الاكتيميز انهبيتر الام اس اس اي راح تنطي مقاومة للبكتيريا ضد الاموكسلين و الاموكسلين زين هسه هسه نحن 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 رزيستنس يعني راح تقللي من البيتا الاكتيميز على سبيل المثال بالميابلازم نيومانيا or have cell walls that are impermeable to drugs يعني ممكن انه higher resistance للبكتيرين تكون ناشرل يعني مشكل طبيعي عن طريق ان الهردتي او الهردتي او اكوايرد او ميوتايشن يعني مشكل طبيعي موجود بالبكتيرين او مثلا صار عندي قلة بالبيتا الاكتيميز مثلا في حالات الميابلازم الميابلازم نيومانيا او مثلا صار عندي cell walls that impermeable to drugs يعني الدراج لا يمكن ان يخترق السيروان يعني هاي يقول لك هنا اسباب المقاومة للأدوية من قبل البكتيريا او مثلا او مثلا او مثلا او مثلا ويبدأ يحشى عليهم بالتفصيل هنا اخلاص هذا البارد thank you for listening